قد سيجد كيتأمل في وجهها وهي تقول له أنا غدا ندخل نشوفك في العشي جرها من قيدتها وقال سنين عارف هادشي اللي كتديري غير عناد منك انتي مقادرة حتى تشوفي فيها وبغم تزوجه كيف غدا يكون هاد الزواج أكيد ما صيروا الفشا وبجوجنا غدا نتعدل داك شي علاش من الأحسن نوقفه هادشي لحدتنا هزيت فيه قمر عينيها بأسف وقالت سمح لي بزاف قرب وقبلها من جبهتها وقال ما عندك هلاش تعتادره هادشي اللي اعطالله وهي تقول ما بغاش نخسر صديقه قال عمرك ما غدا تخسريه خاسني نمشي آه وقبل ما ننصع خليت ليك شي حاجة اللون سيري شوفيها وعنقها بقوة وقال هالله يفرازك وما تنسايش باللي أنا ديما في جنبك طلق منها ومشها ابقات متبعه بعينيها وحاسة بشعور مريع تمنيت ليه يلقاش بنت اللي تبغيه وتقدعه لحقاش يستحق كل خير اللي شافه من الخارج يقول عليه شخص قاسي ومتمرد ولكن الحكس تماما خاصة فاش تعرف على قمر حبه ليها خرج منه الجانب الجيد اولا الشخص الحنون اللي بغي يتلقى الحب ويعطيه مسحات دمعتها وكانت داخل الفيلا حتى تذكرت شنو قال ليها ساجد باللي مخلي ليها شي حاجة في الشيها الخلفية بقات غادة وكتقلب بعينيها حتى شافته جالس القرفصاء وعطيها بالطهر وكيلعنها الكلب تماما كيف شافته اول مرة وفي اول لقاء ليهو قلبها تسارعون بضاتو بغت تجري عندو تعنقو بغت تخشف حضنو وتنساش نواقع وكيفاش كسرها وخلاها بدون حياة حتى بغت تلوح رأسها في زواج ما عندو مستقبل وقفنج متين ودار وشاف فيها بديك النظرة لكتخليها تلطك ولكن غيرت فكرات باللي مصافت وباللي تخلى عليها وهي ترجع لوعيها شافته بتاسم وهي تجنن جاهدك الشي اللي دار فيها ومازالك يتحق بانت لها حجرة في الأرض تحضرات هزاتها وضرباته بيها كون ما تحاشاها كانت غدا تجي ليه في وجهه شاف هكا تقلب في الأرض على واحدة خورة وهو يجري عندها وشدها من إيدها ووقفها قالت تلق مني قال لها بغات فلقيني المجعورة قالت واطلاق نجم الدين دور لي ها إيدها موردها رحا ولسقها معها قال هكا مزيان يلا سكتي وخليني نهضر قالت ما بغيتش نسمع تلقني وعطيني بالتي ساعة قال ما طالقش حتى تسمعيني عينيها تغرغر بالدموع وقالت كنكرهك قال ما شي مشكي وهي تقول لي علش جاي سير رجع لدبي وعيش حياتك ودير بحالها إلا ما كتعرفنيش قال لي ها أنا ما كنت غادي فيه ويش انتي حمقحت تفكري باللي نقدر نمشي ونخليه قالت ساجد ما غاديش يكذب عليك أصلا بينا فيك نديرها إزحاج بو قال إيه لهاذ الدرجة ما طيقاش فيه إيوالا لا أنا ما كنتش نصافر واحتالو كنت غادي غا نقولها لي كنتي اللولة من لي قلت ليك ما تدخليش وأنا غادي نتكلف ونهضر مع ساجد كنت عارف شنو كنتي قالت لي يعني أنت ما كنتيش غادي تخلي عليا وتمشي وتخليني نجم الدين قال مستحيل بحرى لقيتك نمشي ونخليك وهي تقول وعلى الساجد قال وهو يقول نجم الدين أنا غادي نشرح لي وعاود ليها على كل شي اللي دار بينه وبين ساجد وعلى جقال ديك الحضرة وخلاه هو يقرر بقاتك تسمع لي وبشوية بشوية ترخات ووجهات بشر والترسمات بتسامع لشفيفها قالت طلق إيدي طلقها نجم الدين وهي تلاع لي عن قادو من حماسها بدات كتبوس فكتفوه وعنقو ومعارفاش شنو دارت فيه حبس الضحكة وبعدها علي قبل ما يستقدع فيها شي كاريتا لمساتها وقبولاتها الخفاف خلاوه يتزير قال انتي كتلعبي بالعافية وقالت شنو دارت وهو يقول ما تبقايش تبديشي حاجة ما غاداش تكمليها خلينا غير حتى نتزوجه خرجات فيه عينيها واشنيت قال حتى نتزوجه ولا لها الوسات رجعوا ليها ابتاثم نجم الدين على رد فعلها وحيد لها إيدها مور دهرها شد في واحدة وخشاها في الجيب قمر حسات بشي حاجة كاينة في الجيب هزات عينيها فيه وقالت شنو هذا نجم الدين قال جبدي وغادا تعرفي شنو هو جبداته من الجيب وفتحت إيدها كانت بغطة كحلة قماشها مخمالي خرجات عينيها فيها فاش وعات شنو فيها وهزات عينيها في نجم الدين لقاته حاضي ردت فعلها وقالت شنو هاتشي وهو يقول شنو بانلي كنتي وقالت بواطد يا لخواتي وهو يقول مم؟ وحليها ابغت تحلها وإيديها كيرجفه خداها من عندها نجم الدين وحلها بسهولة جبت الخاتم وجر لها إيدها لسري وهي باقة في حالة صدمة لبسوا ليها في صبحها وباس إيدها شافها ما كتتحركش وهو يجر هخشها في صدر دور إيديها لظهرها مزيّر عليها تحدر عدو دينها قال كان بغي كان بغيك وباغي نكمل معاك حياتي باغيك تكوني لي يا بوحدي ونشوفك قدامي كل نهار نصبح عليك ونعسنتي في حطنا باغيك تكوني أم ولادي وتعمري لي الدار بالبزاقل يخرجوا لنا العقل باغي الأم ديالي تكون عندها كنب حالي تكون على طبيعتها وما كالداعاش الميتالية اللي في قلبها على لسانها وكتجي لي بنادم دي ريكت باغي مرأة تكون قدامي ضعيفة وقدام الغفرين قوية باغيك انتي تكوني مرتي قمر غير الله اللي عالم ديها غير سمعت كلمتك نبغيك اللي أول مرة يعتارف ليها ديها ترفعات وفقدات جميع الحواس جاب الله كان معنقها أما كانت جات الأرض على وجهها اجمع ليها كل شي اعتراف وطلب زواج دقة واحدة تقول محلف عليها يسكت ليها قلبها وكملها فاشباسها فوق ودنها وبعد راسو تقابل مع وجهها وقال وهو مبتسم شنو قلتي؟ حركات راسها بآه طار عليها وعنقها قوة من اللول شدو جهبين ايد ديه كيشوف عينيها بلهفة قال بغيت نسمحها قمر بصوت كيرجف قالت موافقة هزيت ايدها وشافت في الخاتم اللي كان راقي من الألماس وتصميمه بسيط دمعوا ليها عينيها مقدراتش تحبسهم هزليها نجمدين راسها وقبل عينيها بجوج ورجع راسو اللور تعلات قمر أعلى صبعانها وحطات ايد ديها على كتاب غمضات عينيها قبل ما تحط شفيفها على دياله وقبلاته بشغف نجمدين دور ايد ديه على خسرها وجرها عنده أكتر كي يبادل هالقبل الحارة بصعوبة بعد على شفيفها وشاف فيها بحب شوف اللي داير فيها دوبات كل إنش في جسدها كانت في أقصى حد من السعادة ولكن هادشي ممنعش أن الخوف يتسلل لها الخوف من أنه يجيش ينهار ويتفارقه ديك الساعة غدا تكون نهايتها حيث مستحيل تقدر توقف على رجليها بلبيه هو سخرتها وحاميها وحارسها كانت قوية لكن بجنبه صارت أقوى لاحظ نجم الدين شروطها وهو يقرسها في خده قال فين سرحت قالت أولو وهو يقول من اللي نكون معاك ما تفكري في حتى حاجة من غيري مفهوم؟ حضرات راسها وقالت أصلا كنت كنفكر فيك غير أنت بتاسم بجنب وقال فيش كنتك تفكري؟ قالت غير شي حاجة وصعف كيدوه الصبعي لشفة هل تحتالني وقال فخبارك واحد الحاجة قالت لي شنو؟ وهو يقول تأثيرك علي سيئة قالت كيفاش مفهمش وهو يقول نجم الدين كان كون متاقي الله حتى كتجب دينه غوفشات وقالت وايش حيت بستك؟ اول مرة نديرها لا يا ربي تاني مرة ولكن ما شفتيش راسك انت شحال من مرة هجمتي علي قال لي احتاف هادوك المرات انتي اللي جبتيني يعني انتي السابق قمر حيدات يبدو من على خسرها وبعداته قالت اوكي من اليوم ما بقاش غدا نجبدك كيف قلت وما بقى بوزاني جرها عندو قال شلو خاطيبتي ومربوزهاش وهي تقول وانت اللي قلت انا كم جبدك را انت اللي تصرت نجم الدين كيشوفو فمها وقال شفايفك اللي داروها لي عمرني ضقت بحالها هزيت حاجب وقالت الله يجعلني انتيق شحال من وحدة سمعت نفس الجمعة خنزر فيها نجم الدين وقال وش حساب ليك انا اللي لقيتها كم تحاليها قالت ما نعرف انا كنت معاك هالعيالي نزاها وزيد وزيد قاعد درالي كيدوزو من نفس المرحلة زي راح لخسرها بيدو وقال وماش عرفت كنت معاهم وقالت وراه باينة كنشوف كل شي قدام عيني عقد حجبانو ويتقول له ما لك تشوف فيها بحال هكا وهو يقول شو في انتي قمر فهمات شنو كيدور في راسو ويتقول له عقلتي على نهار كنت في الجردة وجيت بستك وتظن قولي هاخدودها ويتقول كانت هديك اول قبلة لي نجم الدين اعادت لك وجهو بتاسمه شافت وساكت وهيت هز عينيها فيه لقاتو كيف ارنس قالت وهي ما بتاسمه علاش قد ضحك عجباك هادشي اللي اسمعتم تحنا باس هاف خدها وقال عجبني بالساس وهي تقول ايمتا كانت قبلتك الاولى في الاحدادي تاناوي ايمتا حك لحيتو قال يلا قلت ليك ما غاداش تيقيني خرجت عينيها وقالت في الابتدائي حرك راسو بالله حلات فهمها وقالت ما تقولش ليه في الحضارة حت ادوه لعنقها وقال اللولة كانت معاك حكات ودنها وقالت شنو لا واه عليا كدار ماجم الدين كيشوف عينيها وقال باين عليا كان كدر عينيها في عينيها وحركات راسها بالله وهو يقول مالكي مستومة جاتك عجب قالت هم؟ وهو يقول بعيد على الطريقة باش تربيت كنت بعيد على العلاقات واللهو ومن اللي كنت خطبت كنا دايرين حدود فعنق نحتا تزوجه حتى شاءت الأقدار وتوفات وغير الذكرات سيرتها قمر تقبض عليها خطرها وحاولت متبينش عندها بزيف ديال الأسئلة ومقدراتش ترحهم عليه قالت ما زالك تفكر فيها قال مرة مرة ما يمكنش نساها دقة واحدة وهي كانت جزء من حياتي كانت منها هاد الهضراء ما تقلقكش بتأسمات وقالت اللاو علاش غدا نتقلق دووز يدو على شعرها وقال خاس نمشي وهي تقول فين؟ قال لي هانج مدين نمشي نقول هالوالدية باش يجيوا معايا نخطبك قالت والديك؟ وهي يقول اه غنهضر معاهم ونجيوا في العشية وهي تقول لي واش اليوم؟ قال اه اليوم علاش غادي نتسنى وكتر؟ انا بعدها زربعة وهي تقول كينا غير انا ووهب في الضار ما عندناش شي حد كبير في العائلة اللي يستقبلها وهي يقول ما شي مهم انا بغيهم يتحرفوا عليك على البنت اللي سرقات قلب ولدهم جره وعنكها وقال ما اليوم؟ اعتبر عائلتي هي عائلتك انا وياك روح وحدة قال ماشي مهم انا بغيهم غير يتحرفوا عليك على البنت اللي سرقات قلب ولدهم وجرها عن نقهاء وقال وما اليوم اعتابري عائلتي هي عائلتك انا وياك روح وحدة خرجت شروق كتقلب على قمر اللي غبرات دارت مورا الفيلة وهي تباليها معانقا معاشي واحد في الول حساب لها ساجد غير حقات فيه مزيان وهي تخرج عينها قالت آويلة ما الهادي معنقة تيتي ماشي اليوم خطبتها من ساجد ويلي على المسخوطة ويلي جو حصلهم قربت عندهم وهي توقف حتى ايديها في جنارها وقالت داروا عندها بجوش كيف شاف فيها نجم الدين وهي تهبط ايديها وقفت مقادة نجم الدين باس قمز خدها وقال هاني مشيت وداز من حدا شروق اللي كانت مخرجة عينيها فيهم دارت كتشوف فيه غادي بمشيته الرجولي ما حسيت غير بشعرها دجبض من لور وقالت قمر حدري عينيك هاداك ديالي وهي دقول شروق عاوديش نو قلتي ماسمعتش مزيها قالت قمر تبعيني وغادا نشرح ليك كل شي شروق تابعها وقالت شنو واقع بينك وبين تيتي وساجد والخطبة جراتها قمر وقلت فوق الكرسي بجنب النافورة قالت انا غدا نعود ليك كل شي من لور عاودات لها قمر شنو قع محاهم وكيفاش حتى تطورات الامور بيناتهم حكيت لها كل شي بالتفصيل احتال هادا اللحظة فاش طلب من هزواج شروق كتصرفك في وجهة وقالت متأكدة هاد شي وقع محا ما كنتيش كتحلمي وإنما هاد شي طرانيت بما يمكانش قالت قمر عاودت ليك كل شي كما هو وهي تقول شروق سعداتك أختي هذا هو الظهر أنك تعيشي قصة حب بحال هكا فيها الأكشن والتشويق والغرام ماشي بحال قصة شافها وعجباته بجمالها ومشي اخطبها حتى أنا بغيت وهي تقول قمر الله يستر قالت شروق وبغيت نعيش المغامرات مع شي تيتيز ونكره ويكرهني ومن بعد نبغي وبعضياتنا كتجي حلوة كونا غير كنتي يدرويشا وكتديري الحسنات منقول تستاهلي اللي عنده الظهر عنده وهي تقول قمر مالي أنا كنت كنقت الرواح شروق قالت كنتي شريرة ما كتسويش كاين اللي حاولت نطاحك غحيت استهزأتي منها وضحكتي فيها البشر نسيتي أيامك وهي تقول قمر ما نسيتش غادا نمشي نشوف الخدم واش بجدودك شي عنقاتها شروق من لور وقالت غاد حكت معاك وهي تقول قمر عادي قالت شروق والله لغا ضحكة مبروك عليك ملعقوبالية يا ربي دارت عندها قمر وقالت غادي يجيب والديه شنون دير وهي تقول شروق ما تخافيش أنا عندي الحال قمر قالت أش من حال شروق قالت تيقي فيه وزيدين طلعوا دخلوا الكوزينة هي اللولة ولقاوا الخدمات قايمين بالشغل مقاددين كل شي اللي اعطاتهم في القائمة عاد طلعوا للفوق وكل وحدة جبدات شنو غادا تلبس سمعوا الدقان ومشات شروق حلات كان وجوج ابنات وحدة ميكاب أرتيست ورخرة مصففة الشعر هاي الزين معاهم الماتاريال ديالهم أما نجم الدين وقفته موبيل قدام الدار وهبط حل بالساروس ودخل كي عيط على مو الواليدة الواليدة خرجات عائشة من الكوزينة وقالت أهلا ولدي العزيز بس لها نجم الدين راسا وقال فينا هو الواليد قالت راه في البيت مشانا جم الدين قلس كي تسناهم قال لي هانا جم الدين عيط عليه أبغيت نهدر معاكم في واحد الموضوع وهي تقول عائشة الله يسمعنا خير شنو أقع هاود قال غير الخير هاني كانت سناكم في الصالة ومشانا جم الدين قلس كي تسناهم شوي يدخل عبد الرحمن وعائشة ووقف تسلم على ابوه وهو يقول عبد الرحمن فين كنت يغابر هاد ليانا نجم الدين جاوبه غير تشغلت معاشي أمور وصاف الواليد بغيتك تمشي ومعاين خطبه وحد البنت عبد الرحمن وعائشة كانت واضحة صدمة على وجههم ولاحب نجم الدين رد فعلهم وهو يقول كان عرفها مودة هاد ولكن ما اتطورات العلاقة احتال هاد الأواخر وهي البنت المناسبة ليه وباغي نكمل معاها عائشة بالفرحة طارت عليها نقاتل وقالت بالصحة ولدي أنا نمشي ونخطبوها ليك على راسي وعينيه عائشة ما قد داتها فرحة كانت خايفة نجم الدين يبقى متعلق بذكره نهفت وعمرو يبغي شي بنت خرا او اللي يفكر في الزواج مرة خرا كانت ديما مشطونة من جهته وكتطلبي القشي بنت اللي تقدر تخرجوا من داك الحزن والوحدة اللي كان فيهم بعد موت ناهي ما قدراتش تطيق باللي الله استاجب لدعواتها واليوم جا عندها ولدها وكيعاود ليهم على البنت اللي باغي تزوج بيها والفرحة باينة من عينيه وهو كيعاود عليها عبد الرحمن ما كانش قل منها فرحة حتى هو بغي يشوف ولده مستقر ووالد ولاده عاود ليهم شوية على كيف تعرف عليها واكتفى بقول انهم شركاء في العمل وطلقوا تمام فضل ما يذكر حتاها جعل كونه كان حارسها الشخص حديك ساعة قاد يعرفوا باللي هي السبب باش تخلى الحبس مبغاهم شي حق دوع لها وخبرهم باللي هي يتيمة الأم والأب وعايشة غير هي وختها بقيت فيهم لأنه صعيب تفقد أحد والدك وحساك بجوج قالت هايشة كيفاش اليوم؟ قال نجمتي اه هدرت معاها وقلت لي هاليوم جايين عايشة قالت لي اوي لي وحنا ما موجدين والو مالك على هاد الزربة ولدي قال دومون ديت على شي حاجات غادي ندودوا ناخدوا هم اللي نكونوا غاديين انتو ما غير وجدوا رازكم فين آيات؟ آيات داخلة وقالت اهانا وتلاحظت عليه وعنقاته وقالت فين غبرت عليها؟ انت اللي خدمتي وما بقيت تتسالي لينا ضربت بشعرها اللور وقالت ايوه شنون دير باش ترسم من بعد شهر ديالسطاج خاصتك تكون آيات السملالي اضحك نجم الدين وقالت عايشة آجي انتي كان في خبارك هاد الشي ومخبيع لينا وهي تقول آيات شنو اللي في خباري؟ قال نجم الدين حتى هي مفرزها والو وهي تقول آيات انتو ما عليش كتهدروا؟ عايشة قالت ما شيخوك باغينا اليوم نمشي ونخطبوليه؟ آيات خرجت عينيها وقالت ها؟ عاودي شنو قلتي؟ وقف نجم الدين وقال ايجي معايا بغيتك جر معاها آيات وطلع الفوق ادخل بيته وصد الباب وجرها وقلتو فوق نموسية وهو يقول اليوم مهم بالنسبة لي حيط غادي نعرف عائتي على البنت اللي كان بغي وباغي نطب إيدها لزواج ونكمل معاها حياتي عارف هاد شي جاك لشكل حيط عمر نخبيت عليك شي حاجة ولكن ماشي بإيدي هاد المرة الأمور كانت مختلفة وهي تقول آيات شكون هادي؟ انا عمرنيش افتكم حاشي وحدة وهو يقول حلاقتي بها ماشي عادية احتى الظروف اللي تلاقينا فيها كانت غريبة قالت كان عرفها قال وهي تقول شكون؟ قال نجم الدين قمر العبيري آيات قالت شكون؟ نجم الدين قال لها تقبتي لي يا ودني يا مالكي وهي تقول اللعب مايمكنش تبغي وحدة بحال هاديك حيطة براسها وغيرها ازقنا نفهل السماء شرها قلس هحداه وقال خلينا من هاد الهضرة الخاوية انتي ما غاداش تعرفيها حسن مني احتى واحد ما ميتالي البنت ما دارتليك حتى شي حاجة باش تحق دعليها وانتي ما زال ما كتعرفيها انا باغي نزوج بها هي وهي اللي اختارها قلبي قالت كتبغيها وهو يقول اه كنبغيها وبالسعر قالت آيات او كانت غدتش بدنا هدو هي التراجع وهو يقول ما فرحاناش لخوك قالت لي لا ماشي هكاك بغيتك تلقى البنت المناسبة ليك اللي تبغيك بنفس القدر اللي غادي تبغيها حيتعارفك تعطي حياتك في سبيل الناس اللي كتبغي داك شي باش كي يجيني حتى وحدة ما تستاهلك وهو يقول انا ماشي ميتالي وكلنا عندنا عيوب وكون ما كنش متأكد باللي كتبغيني ما غاديش نقرر نزوج بها قالت له آيات مبروك عليك وهو يقول من قلبك زعمة عنقاته وقالت مبروك وكانت منها تكون الفتاة المناسبة وتستحق حبك قال لها شوفي فيا غادي تديري عقلك باش يدوذ هاد النهار هو هاداك وقدرت الهضراء بلاش منها وهي تقول علاه انا خارج لي العقال دابت شوف كيف غدا نكبر بيك قدامهم وهو يقول ما تديري والو غا شوفي بعينيك وصف دوذات أجوش صباحة على فمها ويتقول صمون بكمون قال يلا تلاحي خليني نوجد راسي هفض نجم الدين والقمو وبه لابسين وواجدين خرجوا مجموعين وعبد الرحمن وزوجته ركبوا في السيارة دياله اللي خداها ليه نجم الدين وآيات ركبات مع أخوها نجم الدين كان سابق دازل أحد المحلات ديال البرد أخدابه بكي كبير وعاد داز أخداد شوكولات وحاجات أخرى آيات بقات غا حاضي أخوها اللي لابتسانه ما فارقاتش وجهه شافت الفرحة في عينيه وهو كيدير هاد الشي فرحت ليه وتمنات تكون قمر تستحقه وتقدر تسعده واصلقوا قدام الفيلا ديال العابيري تحلات البوابة وهما يدخل هفض نجم الدين وآيات وعبد الرحمن وعائشة سمعته موبيل أخرى داخله نزل منها ساجد حتى هو لابس كلاس شافه نجم الدين وترسمات على وجهه ابتسامة عارضة كيف قرب عندهم وهو يعنقه نجم الدين وقال له ساجد جيت حصل منك قال ليه نجم الدين ما نضمش ساجد قال حيد علي نسلم على خالتي وعمي سالم معهم وخربق الآيات شهدها حتى بدات كتنقر تاني جاءوا داخلين وهي تخرج شروق لابسة قفطان وتلقش على هالأشقر ومقادة وجات سمينة كانت من وراها ملاك مرت أب قمر ومعها أمير اللي لابس كومبلي وجات عندهم شروق فترحب بيهم بابتسامة سالمات معهم وقالت ليهم يدخلوا مينما واحد الجوج ابقوا كيشوفوا في بعضياتهم مصدومية آيات مخرجة عينيها في أمير اللي حتى هوا مشوكي بقوا غير كيشوفوا في بعضي حتى جرات شروق آيات ودخلوا ملاكة رحب بيهم وتعاود وبتسامة صفر على وجهها جات تحت طلب ولدها اللي تلقى اتصال من شروق وقالت لوبي اللي اليوم خطو بتخطو إلا بغي يحضر فايت أمير أعود ليها على رغبته يصلح الأمور مع أخوتاته خاصة قمر وهنا فكرات شروق تعيط ليه على الله تصلح العلاقة بيناتهم الكل دخل للصالون اللي كان كبير ومفرش بفراش تقليدي وبدأوا كيتعارفوا بيناتهم والمشروبات والحلويات كيتقدموا داخلة بإطلالتها اللي كتخطف الأنفاس لابسة قفطان باج بحزام رقيق كان آنيق وصلت للباب وجعل أعيون توجهات لها ولكن عينيها هي مشاوليه غير هو نظرة باش كان كيشوف فيها جمداتها في بلاستها حيدات عينيها عليه ده هي شافت في أرجاء الغرفة بانوا لها والديه وهيت توتر أكتر جراتها شروق عندهم وثلمات على عائشة اللي عنقاتها عينق حار ونطقات بما شاء الله دازت عند عبد الرحمن واللي كان ناوي صافحها حتت حذرات على إيديه وبسها كل شي بقى مستوم متوقعوهاش منها نهائية خاصة العائلة ديالها نجم الدين كان مبتازم سالمات مع آيات ووصلت عند ساجد وشافت فيه بحزن بتازم اللي هوسلم عليها بإيده مراعي لصاحبه أخيراً وصلت عند نجم الدين هزات عينيها فيه ومدات لي إيدها اللي شدها وجرها عنده وتسالم معها بالوجه من اللي شافها داخلة مع الباب بقى غاحة ديها إن تتوصل عنده المصافحة بالإيد دين ما كافياش تهدن قلبه اللي كان كي يجن وهو كيتسالم معها استنشق ريحتها لغيباته كون ما هربات وجهها محالواشي بعد تازت الخطبة أجواء كلها فرحة وسعادة ومن بعد يومين حن الحارس الباب الحديدي هو إخرش لابس لبسه زرقاء ومتوقيل ليه إيده بالمينوكي جلس في الكرسي والتكال لوركي خنزر في الشخص اللي قدامه لاخر ميد من الخلعة وخايف من رد فعله على الأخبار اللي جايب ليه قال ناصيف ما لك كتمن درفية إيه لعندك شي حاجة قولها ونضف حالك قال ليه الشخص وهو كيتفت السي ناصيف الوالدة ديانك ناصيف تقعد في الكلسة وقال ما لك فاق الشخص حذك راسه بالنو وقال هو يقول له ناصيف وان طاق قال مات ترتق ناصيف فيه عينيه اللي ولو حمرين وقال عاود شنو قلته هو يقول له عاد وصلتنا الأخبار سيردوان مات ناصيف حك على جبهته بصبع وقال طير نزل غدا خاص نخرج من هنا ما نعقلش عليكم قال ليه هو مصدوم من هدوء ومد موازل قامر تخطبات ناصيف قال المرة اللي فات زقلها هاد المرة غادي نصيفته بإيد دي هو يقول له دك الشخص ماشي بساجد العبد الله تخطبات لصاحب ونجم الدين السمناني ناصيف كان كان عندي هدف ودبع ولا وجوش غير غادي وكتزيان وقامر شنو خبارها قال لي رجعت اللي خدمة شنو بها اللي كاسيدين خطفوها هاد المرة وما نعودوش نفس الخطأ ومن اللي تخرج نتاقم منها كيف بغيته قال ناصيف غادي نتاقم منك انت اللوه على هاد الكالاخ اللي فيك المرة اللي فاتت أخدمت مع الحمير اللي بحالك ضربوها وخلاوها تهرب هاد المرة غادي نستعمل استراتيجية جديدة تاثر بما لا وقول لي هتوجد راسها تردينها هبط من التموبيل وتم داخل للشركة الكل كيشوفوا فيه عارف ينشكوا واحتى خبر لخطوبة ووصل للكل طلع في السنسور وخرج متاجه للمكتبها شافتوا السكرتيرا ووقفات مبتاسمة وقال كينا قمر بتاسمات وقالت له وي موسيو كينا ولكن كينا فقعت الاجتماعات نمشي نخبرها بقدومك قال لا غير خليها أنا غادي نتسنها في المكتب مشا نجم الدين حل المكتب وتخلي أبقات السكرتيرا متبعة له العين وحل فمها مشا تكتجري قدات ليه وبدأ القهوة حطاته في بلاتو واتجهات المكتب قمر حلات الباب ودخلات وباليها نجم الدين واقف جنب النافضة وعاطب ظهره وخاشي إيديه في شيابه سمع الباب تحل وتلفت إحساب له قمر جاد حتى بانت ليه السكرتيرا جايبا القهوة قالت جبت ليك قهوة موسيو السملاني قال شكرا وهي تقول محتاج شي حاجة أخرى قال لا شكرا غير سيريشو في شغلك وهي تقول كاينين شي ملفات وخازني نرتبهم المديرة إلا ما كانش عندك مانعا قدهم ذا قال ليها ديري شغلك وهي تقول شكرا مشات كتتعوج بالجيب والقسيراء اللي مزيرة عليها ووقفات قدام الخزانة كتجفد وتحط وتتعلع لطرف صباحة دايرة عارض غير بوحدها مش كون تسوق ليها نجم الدين هز القهوة وقلس في بلاسة قمر ودور الكورسي جهة الشرج بدأوا كيخرجوا الموظفين من قاعة الاجتماعات بقات غير قمر وساجد وقرب عندها وتقابل معها كيشوف فيها كتجمع الأوراق اللي كانوا قدامها هزيت عينيها فيه وبتاسمات ليه وهي تقول ها مشروع آخر خديناها قال ساجد انتي اللي خديتي هذا مجهودك انتي قالت مجهود نبجوج بلا بيك من قدر ندير والي هو يقول ساجد غير كيبان ليك انتي قادرة تديري اي حاجة حطيتها بين عينك هالشركة رجعت ووقفت على رجليها بسببك قالت احسن حاجة بالنسبة لي هي انني خدامة مع ناس كامتيق فيهم ومرتاحة في الخدمة معهم وأول هم هو انت قال علاش حتى باغي نفتح معاك الموضوع عادش بتي هاد الهضرة علاش بغض ثعبي عليا الامور حطات الملفات من ايديها وشافت فيه وقالت علاش كتقول هاد الهضرة شنو كاين قال راجح مع والديا الامريكا وهي تقول شنو علاش قال محتاج نبعد شوية تغغروا عينيها وهي تقول هاد الشي بسببية حط ايدو علا خدها وقال انا بغيت ووقت نبعد ونرتب امور حياتي سنين عايش مستهتر ومعاطي اهمية لحتى حاجة في حياتي عشت بعيد على والديا وندمت الصراحة من لي عرفت قيمة العائلة وانك تكون ما بين الناس لك تبغي ما بغيتش نبقى بعيد عليهم مازال خاصة فتجربت احساس انك تفقد اعز شيء عندك وبغيه كتر من اي حاجة اخرى قالت قمر بغيت بعد على صاحبك وبغيت بعد علي حتى اذن من غيرك انت وشوروق ما عنديش اصدقاء اللي انتق فيهم ونحس بيهم بجنبي في هاد اللحظة كان بان آنانية ولكن ما بغيتش نفقد اعز اصدقاء قال ماشي غادي في خطرة غير مؤقتا اصلا انا ما نقدرش نعيش في شيء بلاد اخرى من غير المغرية قالت غادي نبقاه على تواصل وهو يقول علشنو اكيد نهار نعيط ليك وما تجاوبيش غادي نرجع نخلي عشتك قالت امتى غادي ما هوي غدى ان شاء الله نسحات الدمعة على خطها وقالت يعني كتودعني قال جيت على حسابك قرب عن تهو عن نقه وقلبك ينزف اصعب قرار اخداف حياته وهذا يلقى جنبها غادي تعدب كل مرة شافها واحتبت عاد عليها مؤلم ولكن هذا انسب حل لهم كاملين حسات بدراع مزيرين عليها وعرفاته كيتألم وهي الملامة قال كانت منى ليك سعادة مع الشخص اللي اختاريتي هلا يفراسك باحد عليها ومشا خرج بلا ما يتلفت مسحات دموحا وخرجات لطوالات ديريكت غسلات وخرجات وصلت للمكتب وما بانتش لها ثانا حلات الباب وهي تخرج عينيها من دكش اللي شافت بانت لها ثانا جالسة في الارض والصاية طالعة عند فخادها ونجم الدين جالس القرفوسة وشد لها في كحيلها زدحت الباب بالجهد ودخلات وتلفت وعندها بجوج وقفات عليهم حل عسكري وخنزرات في سنة نجم الدين عونها توقف وقال ما شي شي حاجة غيرت الواليك ما تعسفيش عليها بزاف وراها ضغيات فرا وهي تقول قمر أعلى مالها بالسلامة شنوق عليها قالت سنة مضموذل كنت كان أرتب الملفات تعليت وهي تلواليه رجلية قالت قمر ما جاك ترتبيهم غير هاد النهار اللي عجب وهي تقول سنة كان أعتادرة مضموذل قلت غدا تبغيهم اللي تخرجي من الاجتماع وهي تقول قمر خرجي قابلي شغلك سنة بداتك التفتف وقالت واخا خرجاتك تجري كيف سدات الباب طارت قمر عند نجم الدين اللي كان كيشوف فيها وحابس الضحقة ضرباته على صدره وقالت حيد من نكدك الإنسانية والطيبة الزايدة اللي فيك راه ماشي جعل ناس نيتهم صعفية بحالك نجم الدين قال راه طاحت نيت تزدحات مع الأرض بالمعقول شفت رجلها حمراء وعداء عونتها وهي تقول وماش احتيهاش دابا كيف خرجاتك تجري نجم الدين قال لا خلعتيها عرفتي على شوفات درتي فيها وبدك يضحك قالت اضحاك اضحاك مع راسك ضربات فيه ومشات بغت تكلف احتجرها ورجحها قدامه وشادها من جنابها قال شميت رحة الغيرة خرجات فيه عينيها وقالت اه غرت غرت عليك وكنت شوية نجرع لها غير تفكرت هي اللي كتعين عائلتها انا الحاجة ديالي ما نبغي احتجي مخلوقة تشوفيها ولا حتى تقرب لها تاسم نجم الدين وقال قول ديت وحده مغياره بلا قياس ومصيبة وصفي قالت قمر انت عا عندك عادي يقس فيه شي واحد وهو يقول ايه لا بغيبات تحت الطلاب وهي تقول ايواء حتى انا نفس الشي نجم الدين قال شنو دابا ما نبقى نساعد حتى وحده وهي تقول لا شنقات عليهم الكول ديال قامي شو قال ما منوع تعاون ولا تشوف حتى وحده من غيري انت ديالي بوحدي مفهوم نجم الدين تحك وقال مفهوم انا كولي ديالي بازها فخدها وقال حلوة وهي تقوله وانت بازها قال جربتي باش تهضري قالت صدقتي مقدر وهو يقول منش حال هادا تغديتي قالت ما زال قال ليها حتى انا ما زال جيت نتغدى معاك ونرجع وهي تقوله ممكن ناكله في داك المطعم وهو يقولي هانا جم الدين اللي عجبك قلب ارضا مشاول المطعم فين كلاو اخر مرة ما زخاوش يجيو ودوزوا باقي اليوم تمام حتى وصل الوقت متأخر عاد وصد نجم الدين وقمر للدار اوف ما كان اخوف قال سمالاك في الجردة وهيزا شي وراك في ايديك خدات التليفون ودوزات افان قالت بغيتك تجيب لي معلومات على نجم الدين السمنالي شنو كاين فمصار نو تعرفوه كيفاش امتا وفيين تلاقى بقمر كل شي يكون عندي ما تغفلو حتى حاجة نبغي هاد شي يكون عندي قبل ما يخرج داك الكيضار ديالناصيف من الحبس قال واش على حياته الشخصية ولا غير فيما يتعلق بالخدمة قالت مالاك كل شي اي حاجة ممكن تشتتليهم الشمال قمرو داك خطيبها ضروري خصوم يتفارقو قال اوكي تلت ايام ويكونوا عندك قاع المعلومات اللي باغا مالاك قطعات وقالت بغيت غير نعرف هاد خيتي شنو قضيتها دايرين بها الرجالة بحال الدبان بحالها بحال امها غير امها كانت سادجة وهادي طلعات مقرصة ولكن نهايتك بنتي قامار غدا تكون على ايدي بسبابك ولدي تلاح للجن وانتي اخديتي كل شي وفي السيارة وفي المقهد الخلفي بالضبط قالت ناصيف وجنبو مالاك قالت انا اسلامتك من اللي خرجتي فرحت لي قال ناصيف خلينا من هاد الشي ونقول لي ليشنو درتي بدك الشي اللي قلتليك قالت قامار خليها عليها قريب تجيك خبارها باللي تفارقات مع خاطبها وهو يقول ناصي كيفاش غدا تديري لها وهي تقول غير هني راسك كيف قلتليك انا غدا تكلف ياك انت باغيها غير تفارق مع هادك ايو صافي هو يقول باغيها تفارق عليه ولكن ما توصلها حتى حاجة ما نسمعش وقعت لي هاشي حاجة ولا الضرات مفهوم قالت ملاك اعلاه انا نقدار واخاها كاف ارا هي في مقام ولدي اعني ناصيف هز فيها حاجة وقال لا باينة وهي تقول ملاك المهم على سلامة وانت لقاوه في فرصة اخرى نزلات وهي تحرك التموبيل مشات التموبيل تهاء وطلعات وجبدات الملف حلات وكتشوف فيه وعينيها كيبريي وبشر قالت اخيرا غدا نتخلص منك بنتي يا قمر قمر دوزات نهار كله في الشريقة 24 ساعة اللي دوزات مع نجم الدين رجعت فيها الطاقة وخرجاتها من ذاك الجو اللي كانت فيه كملات الخدمة ورجعت للدار وكيف دخلات مع الفيلا وهي تسمع صوت قحقهات جاي من الصالة كيف دخلات بانت لي هوا هب هي وملاك قالسين مجمعين قالت ملاك اها حبيب تيجات ناضت سلمات عليها وقمر غير كتشوف فيها وهي تقول قمر شنو سبب هذا الزيارة المفاجئة وهي تقول ملاك جيت نشوفكم ما كرهتش نساوقي عن اللي فات ونا رجعوا عائلة من جديد ما عندناش من غير بعضياتنا وانتو ما في مقام ولدي آمير قمر هزات حاجبها وقالت انت على منك تمتليها راحت واحد ما كينهنه اذا وفري على راسك هذي فيلم كله وهي تقول ملاك هادي هي حضرتك الموهي انا درتلي عليها كنت بغيت نتجمعه ونساوي اللي دازل ولكن انتي عمرك تبدلي باغت بقاي الفوق غاب وحدك وهب قالت شنو نديره كبرات على هاد الفكرة ان كل شي قل منها لفتات قمر عند وهب وقالت اعارفها علاجات حيت ما بقيناش في ازمة والشركة رجعت كيف كانت دارت عند ملاك وقالت سمعي نقول لك شفتي طلعت هبطي هاد الدار ما بقيش غدا تعط بيها وحد الشركة ولدك اللي عنده اسهم فيها ماشي انتي من اللي وضحنا كل شي تفضلي خرجي في حالك ملاك قد غزز في سنانها وقالت قبل ما نمشي بغيتك في واحد الموضوع مهم وهي تقول قمر شنو هو هاد الموضوع قالت ملاك من الاحسن نهضره في المكتب نفسات قمر بالجهد كتصبر فراسها وصبقات ودخلات للمكتب وتبعتها ملاك سدات الباب ومشات قلسات فوق الفتعي وهي تقول قمر شنو كاين قالت ملاك قلسي بعدها حيت مو حال تقدريه على الصدمة قلسات قمر فوق الكرسي بداتك تقرف ذاك الشي وملامح وجهها بده وكيتبت له وهي تقول ملاك سبحان الله صدفة غريبة هادي الحارس الشخصي تيالك هو نفسه خطيب وهو نفسه اللي كنتيش هاتي ضده باللي حاول يقتل عملك لا ولو عرف هاد الشي كامل هو الورقة الاخيرة دوزي لي هادي ريكت فاش كنتي خارجة من المحكمة دارتي اكسيدون وكان الغلط ديالك عثمان الله يخلف عليه دمس القضية وخرجتي منها انتي كيف الشعر ملعجين ولكن الحادثة ماتت فيها بنت بريئة ومن سخرية الأقدار البنت اللي تسببتي لها في حادث أو بمعنى آخر اقتلتيها هي خطيبة خطيبك الميتة واو حسات ملاك بالريضة التام وهي كتشوف قمر واللون اللي تسحم من وجهها وإديها لهازين الورقة كيترعدو وهي دقول ملاك الصراحة أبشع موقف ممكن تحطي فيه هو هذا علامة عرفت خطيبك كان كيموت في خطيبته الميتة أشنو ممكن يكون رد فعلو إلي عرف باللي انتي اللي قتلتيها أنا ما نقدرج حتى نتخيل قمر شافت في ملاك وقالت هاد الشي مفبرك أنا ما قتلت حد أنا ما قتلتهاش أنا ماشي قتالة بدات كتقطع في ذوك الأوراق اللي في إديها قطعتهم كلهم وهي كتردد ما قتلتهاش أنا ماشي قتالة منظر كان ممتع الملاك اللي شفيت غالينها وما زال بغها أكتر هزيت ساكها وشمحت الوقفة وشافت في قمر بسخرين وهي تقول نصيحة من عندي وجودك غير كي آدي الناس اللي ضايرين بيك عمك ادخل في بيطار بسببك ومات سمعك وولد عمك دخلتي هالحف جوج صحاب دخلتي بيناتهم ونوطي العداوة بيناتهم وخاطيبك قتلت ليه البنت اللي كي بغي مل أحسنت غبري من حياتنا ما كيجي منك غير المصائب حلات الباب وخرجات مخلية مورها إنسانة مضمرة على الآخر حطمات لها قاع أحلامها اللي بنات مع حب حياتها هضرتها هرسات أي حاجة كانت زوينة في الداخل تيالها رجعت هالأكفس مرحلة دوذات في حياتها وفتحات عليها جميع الجروح القديمة وجديدة خرجات مالاك مقادة ها فرحة قدرت تلعب على قمر بهضرتها وقدرت توصل داك شي اللي بغات وتخليها تحس باللوم وأنها هي السبب في اللي وقع ومسؤولة على موت ناهد بينما هي الوحيدة اللي عارفة الحقيقة ورى اللي وقع داكنهار طلعت في سيارتها والشيفور دي ماردته موبيل وقالت سعيد قال لها السائق وي مدان وهي تقول عقلتين هار قلتليك فاشل ومطلق الوالم كنس حبها عرفتي علاش هو يقول السائق لا ما عرفتش مدان وهي تقول ملاك اش حال هذا كنت طلبت منك تجيب لي حبوب منويمة كتعطي المفعول على تيساع عقلتي السائق قال اه عقلت وهي تقول ملاك ايوال مفعول هاد عطا وعندي ليك مكافأة قال السائق شكرا مدان السائق ما عنده حتى فكره قد تهدر فرح لأنه غادي ياخد مكافأة لشي حاجة قاع معاقل عليها بينه ما ملاك ابتسامتها واصل ودنها وهي قد ذكر ذكر نهار وبديت يوم المحاكمة اللي كانت غادة تشهد فيها قمر استغلت أن الكل ما شغول بالقضية وقالت تقوم بخطتها اللي فشلات فيها شحال من مرة كيف جاب لها الشفور لحبوب المنومة دارتها في كوبة القهوة دي القمر حيت عارفها ضروري كتشرب القهوة ودك شي اللي كان شربات قمر قهوتها وناضط غدا المحكمة ملاك كانت دارسة كل شي عارفة قمر كتسوق راسها والحبوب غادي بدا مفعولهم بعد مدة من الوقت فاش غدا تكون سايقة ودك شي اللي وقع قمر من بعد ما شهدت في المحكمة خرجت ديك الساعة ركبات في الطموبيل وغدا مرفوها ومدت هاش في العوارد اللي كتوقع لها بسبب الحبوب حتى فقدات السيطرة على الطموبيل وما وقفاتش في السطو وتماك وقع الحادث مع التاكسي اللي كانت فيه ناهد ملاك كانت شوية وتوصل مبتغاها وقمر تموت ولكن القدر كانت ليه كلمة أخرى ورجعت من الموت وخرجت النتيجة متأخرة وفيش كلاه إلا أنا ملاك راد يعليها المهم هو الطاق تخلص من قمر بطريقة أو أخرى وفي المكتب قالصة قمر على نفس الوضعية كتشوف في الفراغ احتج جهد باش تغوت وتخرج الألم والحرقة اللي حاسة بيهم ما كاينش الدموع هاد المرة ما هفطوش من عينها حاجة واحدة اللي كتتردد في دماغها هي انت اللي قتلتي خاطي بدو ويوم جديد فاق نجمة دين بكري دير سطور كيف العادة ورجع للدار خدا دوش ولبس حوايج لخدمة وتوجه للشركة ودخل المكتب وتطالع للوراق اللي خاصين بالمشروع حط التليفون دياله فوق المكتب وكل ساعة كيشوف فيه ناضد خل الاجتماع ومن بعد ساعات خرج رجع للمكتب وهز التليفون وقلبه ما فيه حتى اتصال ولا نساج وصل وقت الغداء وهو يز التليفون والتاصل بقمع لقاه مشغول عاود مرة خراء وجوج ومشتش ليه حطه بعصابية فوق المكتب وهز قاره شحبه وغير تذكر باللي قالت ليه قمر ميبقى شي كمي وهو يرجع يطفع وصلت لعشية وهو ينوت هو بطر كف سيارته هو غادي في الطريق وجه اتصال هزه ولقى اسم آيات وجاول قالت آيات سانة سعيدة وهو يقول نجم الدين عادت فكر تاني قالت كيف خرجت من الخدمة تاصلت بيك وراهوصيت على الحلوى ياك جاي للدار نجم الدين قال اعيان باغي النعس وهي تقول اعيان كيفاش ما غاديش تحتافل بعيد ميلادك ولا صافي غير فتي الثلاثين وحسيتي براسك شرفتي قال شرفت شحال هادا اللي عايش معاك غادي شيخة قبل الوقت وهي تقول دابا جاي ولا لا قال نمشي للدار نبدل ونجي وهي تقول اوكي غادا نتسناو قطع نجم الدين وتوجهه لدارو حليه العساس الباب ودخل كان غادي داخل مع الفيلا احتلمح الدو في الجردة قلب الدورة ومشا جهة الدور وصل بايدابيه كيتفاجأ بدك شي اللي قدامه طبلة صغيرة بجوج كراسة وفوقها قاطو صغير وفوقو شنها تلفت كيشوف جنابه احتلمحها خارجة من الفيلا جميلة كيف العادة وصلت عنده بابتسامتها اللي كتخلي قلبو يضرب بسرعة ووقفات قدامه كتشوف فيه بعشق حت ايدو على قلبو تنفس بالجهد قامر قالتلو بخوف مالك جرها من خسرها وقال قلبي ضرن حاس بيه غادي سكت وهي تقول الله ينجيك قال نجم الدين النهار كله وانا كانت سنتي صالك وهي تقول قامر وبغيت نديرها ليك مفاجأة دكشي علاش ما جاوبتكش حطات ايدها لحناك وبجوجه قالت سانة سعيدة حب تعلات على طرف صباحة وصدات عينها حطات شفيفها على دياله وقبلاته بحنان صد عينيه وتجاوب معها نزلت دمعة من طرف عينيها وبعدات عليه وعنقاته بقوة وحتى هو بادلها العناق فاق في الصباح على أشعة الشمس اللي تسلات الغرفة حس ببلاستها خاوية وحل عينيه وتجاعد بانت ليه ورقة بيضة في بلاستها وفوقها خاتم الخطوبة ديالها هزو في ايدو واخد الورقة كيقرى فيها حيت كان بغيك خاسني نخليك بليز نسان وفي مكان آخر راكبة فوق الخيل والريح كتطيرش على هالقصير غادة ما بين شجر بسرعة كبيرة ما حساش بالخوف نهائيا ركوب الخيل صار من أحب النشاطات عندها من نهار جات للمزرعة ووقت ما حسات بالخنقة أو ضرها خاطرها كتل جاء لركوب الخيل وفي العشية طلعت قمر غرفتها اللي كانت متوسطة لحجم فراجها بسيط ولكن دافئ ألوان فاتحة ومبهجة سدات الباب وتوجهات لسريرها وقلسات في الطرف وجبدات التليفون فتحاته وجبدات آخر صورة خداتها ليه كان ناعز بهدوء وتسلات من بين إيديه هزات الورقة وكتبات ليه فيها ودموحها لخدودها حيدات الخاتم وحطاته فوق الورقة ما كانت عندها حتى صورة ليه جبدات التليفون وصوراته وشي تدع لفمها بش ما تخرج شهقتها كان أصعب قرار تاخده يمكن كانت جابانة حيث ما قدرتش تواجهه بالحقيقة وتقول ليه شنوقع ولكن ما قدرتش تشوف ردة فعل ما تقدرش تستحمل خيبة الأمل في وجهه أو عتاب واللحتة كرة لأن من حقه كره حيث هي السبب في موت الإنسان اللي كان كيبغي واللي ما زاله متذكرها وقال هالي هب فمه أنه عمره ينساها كيف غاديت قدرت تستحمل لو أنه اختار تدقها فقط فكرة أنه يمشي ويخليها ما قدرتش تحملها لك شعلش فضلات الرحيل دوزات صباحة على وجهه الدموع لقاولها عن تقنها ممكن هذا هو عقابها على الظلم اللي ضلماته والجريمة اللي ارتاكبات في حق بنت بريئة بعدها عليه كيحرقها كل يوم شتاقت لصوته ولمساته واهتمامه وحبه ست شهور عمره فارق بها لها وخياله مرافقها في الممشات سمعت الدقان في الباب وناضت بسرعة دخلات للطوالات غسلات وجههه وخرجات فتحات الباب كانت الخدامة مدات لها البلاتو اللي فيه العشاء شكراتها قمر وصدات الباب وحطات الأكل فوق طابله ما عندهاش الشهية من يدوس وخاح الفات عليها جداها أم أمها واحتخالها ولكن ما قادره جدا ما بقات متبعة لا حمية لواني فقط نفسيتها اللي خلاتها متاكلش كي في العالم تحجات بالحمية فقط باش ما يحسوش بالليش حاجة واقعة معها من هار جات عمرها جبدات سيرت نجم الدين ليهم خلات كل شي في قلبها وصدات عليها سطحات فوق نامو سيتها معنقى رجليها حتى غفات ناعسة والدمعة نازلة من طرف حينيها هذا هو حالها تقريبا كل ليلة من نهار جات عندكم